يضطر أهالي ترابلس إلى الوقوف لساعة طويلة للحصول على ما يلزم من البنزين وسط ازدحام أقل ما يقال عنه أنه غير مسبوق على الأقل خلال الفترة الماضية. وفي ظل التزاحم وسط انتشار فيروس كورونا تفتقر هذه المحطات لأدنى أطور السلامة. حيث تشهد محطات الوقود بالعاصمة ازدحاماً من المواطنين في طوابير طويلة تمتد لأكثر من كيلو متر خارج محطات الوقود لتعبئة البنزين. على الرغم من تصريحات شركة البريغا لتسويق النفط ولجنة الأزمة بتوفير الوقود بكميات وافرة بمستودعات الشركة ومن خلال الشاحنات والناقلات النفطية الراسية في رصيف ميناء ترابلس البحري. وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتضاضات تعطي مؤشراً بوجود أزمة رغم وجود الأجهزة الأمنية التي تعمل على تأمين وتنظيم العمل داخل محطات الوقود. مع امتلاء خزانات الوقود إلا أن أزمة الاقتضاض والاستفاف هي شغل المواطن الشاغل الذي يأمل من الجهات المسؤولة وضع حل سريع وجذري قبل تفاقم الأزمة التي باتت تكرر من فترة لأخرى.